السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي يوك يا شباب عاملين ايه هتمنى تكونوا بخير ان شاء الله هنكمل شرح كورس الاجي باك من برنامج ميميب هنشرح النهاردة كيفية توزيع مخارج الهواء والتعديل عليها ازاي نعدل الابعاد بتاعتها وازاي نعدل كيمة الف ام اللي طالع منها ونزبط الارتفاع بتاعها اللي هو الافسل بتاعها وان شاء الله المحاضرة القادمة هنشرح كيفية رسمه وتصميم الدكت على برنامج الريفت وازاي نعمل باستخدام برنامج الريفت وازاي نوصل مخارج الهواء بالدكت الرئيسي باكتر من طريقة وازاي نزبط ارتفاعات الدكت والمكانة تمام وازاي نرسم الدكت بتلات طرق طبعا بتشجعكم هنستمر فيارد تشجعونا بلايك للفيديو وشير لو اول مرة تشوف الكورس يعمل سبسكرايب فعال الجرس عشان يجي لك اشعار بكل محاضرة بتنزل على القناة ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام نبدأ المحاضرة بتاعتنا نختار 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 نقول له هيفتح لي اللي هعمل عليه للمشروع المعماري اللي هبدأ اشتغل عليه اختار واخش اختار المشروع بتاعي من مكان اللي انا حافظه فيه فتح لي المشروع اعمل له دراج فيه آآ وسط علامات وعشان نمنى عملية الدراج ديت مرة تانية آآ اعلم على المشروع واختار من قيمة مودوفاي اختار من مودوفاي اختار من دي كده المشروع مش مش هيحصل له دراج تاني سواء كان بالغلط او بالقصد تمام بعد ما احنا ثبتنا المشروع نخش على اي من اللي عندي عشان ازبط مستويات التنبلت الميكانيكي مع مستويات المشروع المعماري زي ما احنا شايفين ان ليفل اتنين على عشرة فيت اما الروف على اتناشر فيت فنقول فنختار ليفل اتنين ونخش على قيمة بلوبرتس هقول له لا انا عايزه على اتناشر فيت تمام واقول له الاسم مش عايزه ليفل اتنين هقول له ان انا عايزة سميه روف تمام تمام كده احنا زبطنا المستويات بتاعة التنبلت الميكانيكي مع مستويات المشروع المعماري قبل ما نخش على توزيع مخارج الهواء لازم الاول نعرف الفرق بين الفلور بلين والفرق بين السيلينج بلين الفلور بلين واقف فوق في السقف اهو واقف في السقف وببص على الارض فسمناه فلور بلين يعني اي حاجة تحت مستوى السقف هشوفها لان واقف فوق في السقف تمام وببص على الارض فاي حاجة تحت مستوى اه الروف هشوفها او تحت مستوى السيلينج هشوفها اما في السيلينج بلين ببقى واقف اه على الارض تمام وببص على السقف فسمناه سيلينج بلين عشان ببص على السيلينج تمام طيب انا هستفاد ايه من الموضوع ده? بكل بساطة تعالى ما نخش على الفلور بلانك ده. ونبدأ نرسم مخرج للهواء. نقول له معي مخرج للهواء وهو الافست بتاعة زيرو. حاجة هرسم. تمام? حيترسم معي عادي من غير اي مشكلة. تمام? طيب لو غيرنا الافست على تمانية فيت. تمام? هيترسم معي برضو. من غير اي مشكلة. تمام? والاتنين هيبقوا في الفلور بلان. هيبقوا ظاهرين معي وكل حاجة. وما فيش آآ فرق ما بينهم. يعني آآ مش هيبقى مش هيبقى فيه فرق واضح ما بين المخرجين. الا بقى لو علمت على ده هيقول لك ان هو الافست بتاعه زيرو. ولو اخترت ده هيقول لك الافست بتاعه تمانية. تمام. تعالى احنا دلوقتي رسمين مخرجين واما تعالى في كده هلقوهم مخرج واحد. تمام? المخرج التاني فين? المخرج التاني انا مش شايفه لان انا واقف جنبه وبس ببص فوق ما ببصش عليك. تاهمني? خلاص طبعا ان انا مش هشوفه. تمام. طب تعالى نرسم كده مسلا مخرج في اه على افست زيرو. بنقول له اه معي مخرج اوه نعمل تعالى نرسم المخرج ده كده. المخرج ده مش اولا ان هو مش هيبقى واضح معي او مش هيبقى ظاهر معي لاني وببص فوق وهو تحت اه تحت اه تحت رجلي وانا ببص فوق فطبعا مش هبقى شايفه. تمام. هنيجي نسم يعني لو ضغطت كليل كشمال دلوعة عشان ارسم المخرج هيقول لي ايرور. الايرور ده معناه ان ان المخرج ده هنرسمه في مستوى اه في مستوى تاني يجري اللي انا ببص عليه. يعني مش هيبقى ظاهر. تمام? ده معنى الرسالة اللي ظاهره. بالرغم من ان المخرج معي مرسوم تحت. يعني انا كده رسمته بس رسمه فيه على افست زيرو تحت تمام? بس جاب لي رسالة تحذير بقول لي ان المخرج ده انت رسمه في مستوى انت مش بتدوس عليه اصلا. ان هو مش هيبقى ظاهر. تفاهم? تمام. فده الغرض من الغرض من عشان كده بننصاحك لما تيكي ترسل مخارج الهواء او تيكي ترسل ما تقف في تختار وتبدأ ترسل. تمام? ما تختارش. تمام. تعال مسلا نختار. السري دي كده. هنلاقي المخرج انا همت اللي على افست زيرو مصو مية. تمام? نفيش اي مشكلة. نمسحهم بقى. من لوحة المفاتيح. نخش على تاني ونبدأ نرسل مخارج الديكت بتاعتنا ونعدل عليه. عندنا المخرج ده رسمناه. نختاره كده. هيقول لي ان ده اربعة وعشرين فاربعة وعشرين فيس. طب اربعة وعشرين فاربعة وعشرين فاس ده لا ايه? ده اللي هو الديبيوزر اللي بيبقى ظاهر من ولازم يكون على قد بلاطة السقف السائد بالضبط. تمام? يعني اربعة وعشرين فاربعة وعشرين دي لازمتها ان هي هتبقى على قد بلاطة السقف الساقة اللي هي اربعة وعشرين في اربعة وعشرين. طيب. بيقول لي اتنشر في اتنشر ده اللي هو مقاس اللي انا بعدل في ده اللي الزمن اللي انا هركب عليها الضغط. تمام? تمام. بيقول لي هنا ان كيمة الفلوريت بتاعت اللي بتطلع اكسر فلوريت بتطلع من المخرج ده خمسمية تدا. تمام? سواء هنا في الشرد ده او آآ هنا في فلوه بيقول لي الفلوه خمسمية ساف ام. تمام? عايز اعدل على الحيات دي. وبساطة انا ممكن اعدل هنا هقول له ده عايزه آآ ربعمية تمام? هلاقي اتعدل معي فوق اهو ربعمية تلقائي. طيب عايزين نعدل بقى في الابعاد اللي هو او نيجي نقوم جاي مختارين اي دي طيب. ونيجي هنا هنقول له ان انا عايز اعمل مخرج جديد. تمام. اللي بقول لي اسم المخرج الجديد اللي انت عايز تعمله ده ايه? بصراحة ان ممكن اسم المخرج اي اسم. بس يفضل ان الاسم بتاعه دل على بتاعه. فهقول له ان انا عايز بتاعه مسلا هيبقى عشرة. تمام? في عشرة. تمام. واقول له اوكي. تمام. الان معي الاسم تغير فوق عشرة عشرة. بس الدايمينشن لسه زمية اتناشر. اتناشر في اتناشر. تمام? اجي على الدايمينشن واعدل فيه. اقول له عشرة بوصة في عشرة بوصة. تمام. اقول له اوكي. انلاحز هنا ان اتعدل تلقائي الكنكشن عشرة في عشرة. تمام? وهنا اهو باربعة وعشرين في اربعة وعشرين باس وعشرة في عشرة كونكشن. تمام. وكمت معي ربعمية. تمام. عايز ترسم مخرج تاني تقول له وتخش. تختار النوع اللي انت عامله اللي هو اربعة وعشرين في اربعة وعشرين باس عشرة في عشرة كونكشن. النوع اللي انت معدل على دلوقت. وتقول له بتاعه. اه تمانية تمام? تمانية فيت. ومخرج الهواء ده بيبقى مستبت في السقف المستعر. تمام? فبياخد التمانية فيت من السقف. تمام? وابدأ ارسم المخرج بتاعه. لو لاحزنا ان احنا نرسم المخرج ده كم بتاعته? كام? خمسمية. اعدل اقول له لا انا عايز اهربع مية. تمام? وابدأ ارسم المخرج كده. تمام? عايز اخد قبل من الصف ده عشان ارسم منه صفين كمان. اقول له كنترول واحدد على المخرج دي. وابضل ضاغط كنترول. افضل ضاغط كنترول. واجه على اي مخرج. تظهر علامة دي. تمام? واعمل عملية الدراك. اضغط واشد. واسع. كده. كمان واحدة قوية. تضغط وتعمل الدراك. تمام. كده ارسمنا مخرج الهو بس بطريقة عشوائية. عايزين بقى نزبط الابعاد بتاعتها نزبطها ازاي? نخش على النوتات. نقول له. ونبدأ نحط الابعاد اللي احنا هنعدل عليه. معلش نعمل اسكب تاني. نبدأ من الاول النوتات. وهي جي احط الابعاد بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. تمام. ممكن اعمل صف وعمود. اصبت الابعاد بتاعتهم واخد منهم آآ قبي. اسرع من اللي انا بعمله ده. بس انا ماشي معاكم واحدة واحدة. عشان محدي الشيطور مني. مع了هم realizش تحت بك. احنا محدي. نخيص عملي. عشان محدي. عنال� assembleحنط اع assets. جد happening. احنا محدي. stress بح omdat. قبيلس تحارجل التنية. نعціlevWEي نح꼬�عك الابعاد. ان obstacle بك. المحاصط بمعاد بنا. تمام نعمل اسكين مرة تاني نطلع من الامر نبدأ نعدل في الابعاد دي. عشان اعدل في الابعاد دي انني لازم احرك حاجة تمام عشان الضبط تمام عشان انا عندي مسافة بين حاجتين لازم احرك حاجة فيهم عشان البعد الضبط. طبعا انني مش هقدر اعدل في المعمارة. تمام? تمام عشان غال في ميكانيكي ما ديش دعوة بالمعمارة. لو جيت اعدل في اصلا مش هعرف اعدل فيه. فعشان نعدل لازم نحرك مخرج الهوى ده. نحرك مخرج الهوى ده ازاي? نعلم عليه? ونروح نعدل في البعد. مسلا البعد ده هعايزه ستاشر. ماشي? تمام? وعايز البعد ده ايه اتناشر. تمام? كده نزبط البعد ده. برضو المخرج ده ده ستاشر. والبعد ده اتناشر. المخرج ده هعلم على المخرج. راح هعلم على البعد. هقول له ستاشر. وده اتناشر. واضح كده? المخرج ده اولو ده ستاشر. الاحدي الوقت الوقت ما فيش اي مشكلة. الاحدي الوقت ما فيشش اي مشكلة. اللي اللي هو يعملنه حاجة ولا مش قدر يوصل لحاجة وبساطة ممكن يكتب في كومنت الحاجة اللي هو مش فاهمه. ويه? ممكن نعدها له تاني او نشرحها له. مش مشكلة. هنا كده ستاشر والبلد ده اتناشر. كده احنا آآ زبطنا مخارج الحوى بتاعتنا كلها نبدأ نمسح بقى العبعات دي نعلم عليها والليت من لوحة المفاتيح كده احنا عزعنا مخارج الهوى بطريقة آآ متنسقة بمسافات متساوية بينها وبين بعدها. تمام? لسه لو جانا نشوف اي مخرج من دول هللاقيه مش مزبوط فيه المربع بتاع السقف المستعار. عشان نزبطه فيه مربع السقف المستعار نعمل ايه? نختار من قيمة نختار امر اللي هو امر المحازاة. تمام? واجه اختار اللي انا عايز اعمل محازاة عليه. وليكن الخط ده مع البعد الموازي له من المخرج. في الطرقة دي كده. تمام? نبدأ بقى نشتغل الطرقة دي كده. محازا؟ اعمل لدي كده احنا عملنا محافظة وكل عندي كل مخرج موجود فيه آآ في بلاطة السقل المستعى. تمام? يبقى احنا كده شرحنا في المحاضرة دي. شرحنا ازاي نعدل على مخرج الهوى. آآ في الابعاد بتاعته اللي هي وازاي نوزع مخرج الهوى بطريقة منسبة وبتنصيق وتناسب. تمام? وازاي نزبط بتاعه. تمام? ان شاء الله في المحاضرة الجاية هنشوف هنرسم باكتر من طريقة ونوصل مخارج الهوى دي بالدوكت. ونعمل للمكنة بتاعتنا. ونبدأ نوصل بالمكنة ومن خارج الهوى ونعمل على برنامج الريفت. باستجدام برنامج الريفت. ونعمل يدويا مانوال. تمام? آآ ونرسم بالدوكت بتلات طرق. آآ طريقة وطريقة مانوال. وطريقة بلاس هولدر. آآ نتمنى لكم كل التوفيق آآ ونشكركم جميعا. ولكم كل الشكر والاحترام. آآ ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.